طيب النادي الاهلي النادي الاهلي بيستعد بالتأكيد للمرحلة القادمة خلاص زي ما قلت امبارح دي استراحة محارب فترة 13 يوم للاجندة الدولية للمنتخبات الوطنية او للمنتخبات اللي عندها تصفيات افريقية او تصفيات في قرة اوروبا هي استراحة محارب بالنسبة للنادي الاهلي استطاع في مرحلة سابقة تجميع 9 نقاط من 3 مباريات احراز 10 اهداف تأهل الى دور 16 دور المجموعات في بطولة افريقيا الفوس بالسوبر المصري على نادي الزمالك غريمه التقليدي فبالتالي المرحلة الاولى نسبة النجاح فيها 100% نسبة النجاح فيها الاهلي بتفوق بنسبة 100% 10 على 10 في المرحلة الاولى من بداية هذا الموسيب لكن المرحلة الثانية مرحلة مهمة جدا ليه مهمة؟ لانها بتبدأ بمباراة الزمالك مباراة القمة امام نادي الزمالك يوم 19 اكتوبر مباراة في حد ذاتها هي مباراة ضمن مباراة الدور العام مباراة بسلاس نقاط لكن ديربي أو كلاسيكو خاص مباراة بثلاث نقاط لكن ليها حسابات خاصة المباراة هتديك دفعة قوية جدا واللي دادك دفعة بعد الفوز بالسوبر فهتكمل الدور بشكل متميز هتخش على بطولة إفريقيا وانت ماشي في الدور بانتصارات محلية فتبقى هناك روح وعزيمة وهدوء وتركيز للمرحلة القادمة كل ما بتكسب مباراة بتقف على أرض صلبة وبتزداد سقة الجماهير في الجهاز الفني وفي اللاعبين وانت الموسم لسه طويل أنا بقول الجزيات دي مهمة جدا ليه؟ لأن كمان الجهاز الفني خد قرار مهم جدا أن حتى بعد ما كان عودة الفريق من أسوان وكان ممكن يكون فيها أجازة يوم أو اثنين ريني فيلر حتى لما كان احتمال ياخد أجازة أو يسافر هو بشكل شخصي تمانية واربعين ساعة أو اثنين وسبعين ساعة ثم يعود لقياة التدريبات الأهلي فقر بشكل عملي وعلمي كويس أو للمرحلة الجاي قال أنا عندي سبعة موجودين في المنتخب الأول أو ستة بعد إصابة السلية وعدم وجوده في المنتخب وست لعبين وعندي أربعة في المنتخب الأولمبي وفيه اثنين مصابين في الفترة اللي جاية سواء السلية محمود دا متولي أو أيضا كمان كريم نيفيد فيه استعادة شيفة وتجهيز لمحمد محمود وساعة دي سامير في الفترة القادمة فيه بقى مباريات ودية أو احتمالتكم فيه مباراة ودية عشان نشوف سلاح محسن ووليد أزارو ووليد سليمان واللعابة اللي كانتش بتشارك على فترات غلال الفترة الماضية فبالتالي شاف بأن الفترة اللي جاية لا محتاج أن يكون فيه تجهيز وشبه معسكر كده لللعابة اللي ما كانتش بتشارك بشكل منتظم في الفترة السابقة حصل روتيشن وحصل استعداد وتجهيز أو الأهلي يشارك بحوالي اثنين وعشرين أو خمسة وعشرين لعب في كل المباريات اللي فاتت لكن في نفس الوقت كانت على فترات زمنية مش متساوية مع اللعابة الأساسية للعب وتحديدا آخر مباراتين ثلاثة فبالتالي قالك لا أنا عندي 13 يوم أعد واشتغل واشتغل مع اللعابة في الفترة اللي جاية وجاهز كل العناصر اللي عندي كمان صالح جمعة يجهز في الفترة اللي جاية عشان يكون موجود مع العناصر الأساسية في الفترة اللي جاية ووليد سليمان عنصر أساسي كل اللعابة اللي ما كانتش بتشارك بشكل أساس تكون موجودة في الفترة اللي جاية أجهز كمان سعد سمير ومحمد محمود للفترة الجاية كل ده مهم جدا وده بيدول أن ريني فيلر مركز جدا قوي قوي هو الجهاز الفني في المرحلة اللي جاية كمان في مباراة لفريق الشباب في الفترة الجاية محتاجين كمان نتابع فريق الشباب ممكن نصعد لاعب أو اتنين في الفترة القادمة ممكن في فترة سابقة تم تسعيد أربع لعبين بعد حديث تم بين ريني فيلر مع الكابتن عمر أنور وبعد ما كانوا موجود أربع لعبين في الفريق الأول ورجع الفريق الشباب تاني تم استدعاء اثنين منهم عشان يكونوا موجودين لفترة أطول مع الفريق الأول في الفترة اللي جاية فبالتالي لا في استعداد بشكل كبير وربط العامل بين فريق الشباب وقطاع الشباب مع الفريق الأول عشان كمان يكون في استحداث ودخول عناصر شابة وعناصر جديدة في الفريق الأول مع القيمة والاسكور الأساسي في الفريق في الفترة اللي جاية أنا عايز أقول على جزئية كمان مهمة في عقلية أو عقيدة ريني فيلر مع النادي الأهلي في سؤال تسأل ريني فيلر في المؤتمر الصحفي في مباراة أسوان يمكن عد على ناس كتير الرجل لما تسأل رأيك ايه في مدينة أسوان طبعا أسوان مدينة سحرة سحرة الجنوب مدينة خلابة مناظرها غير طبيعية أسوان من المدن اللي تحب تقعد فيها يعني مدينة يعني شعب ومهور وناس يعني فوق الوصف بصراحة لكن رد ريني فيلر كان رائع جدا الرجل الرد قال أنا مش جاي سائح أنا جاي عشان أشتغل وأعمل شغلي آه هرد على السؤال طبعا مدينة جميلة وأنا شفت مناظر خلابة في مدينة أسوان وبجد أنا منبهر بأسوان كمدينة وكشعب وكجمهور حاجة فوق الوصف لكن أنا مع النادي الأهل جاي عشان أشتغل جاي عشان أعمل شغلي مع فريق القورة مش جاي عشان أبقى سايح أو جاي أزور مدن وأدي انطباع عنها بشكل عام طبعا في طبيعة السؤال احنا يهمنا طبعا نسمع رأي المداربين الأجالب عن المدن السياحية في مصر ده مهم جدا للترويج السياحي لكن ده بيكشف لي كمان عقلية وعقيدة المدرب اللي بيقول تدريبات النادي الأهلي الراجل ما بيه هزرش الراجل جاي عارف الهومورك بتاعه هيشتغله إزاي في الفترة الجاية وعارف طبيعة عامله في النادي الأهلي وعارف طبيعة المكان اللي بيتولى تدريبه في الفترة الجاية شخصيته قوية جدا وشخصيته بتنعكس على أداء اللاعبين في الملعب حتى في أحاديثه الجانبية مع اللاعبين الراجل بيسني بشكل جميل جدا على استيعاب اللاعبين لفكره في الوقت القصير ده وكلامه وإثناءه على أداء اللاعبين ده بينعكس بالإجابة حتى على اللاعبة في المباريات في الفترة القادمة وبرضه ده يندل على شيء بيدل على الروح اللي موجودة داخل صفوف الفريق أثناء المباريات بتحس اللاعبة مش متكتفة ما بتلعبش قورة بأسلوب كده تحس أن هي يعني معقد شوية لا بالعكس القورة السهلة اللمسة البسيطة اللعبة من لمسة على طول التزديد على المرمى الروح على طول الجماعية جوه صفوف الفريق تطور الأداء الهجومي حتى العدد من اللاعبة اللاعبة ممكن تكون أساسية وبتلعبش المباريات التانية وتلاقي روحها حلوة وبتتكلم مبسوطة أن الأهلي بيكسب هي جزئيات صغيرة أنا بشرح لكم في بعض التفاصيل بنحاول نقرب الصورة شوية لجمهورنا لكن التفاصيل الصغيرة دي بتظهر في النتاج اللي بتحصل على مدار المباريات الأخيرة بتكسر مباريات تلاتة باربعة بخمسة عندك مباراة نادي الزمانك فبتصدر ضغط على المنافسين الجمهور بيزداد ثقة في اللاعبته وفي جهازه وفي إقدارته كل الأمور دي إن شاء الله نستمر عليها في الفترة اللي جاية وعايز أستحضر هنا في وسط الحديث عن ريني فيلر كان كلام مهم جدا للمدرب الفرنسي أرسن فينجر لما اتكلم على فكر المدربين في العالم دلوقتي قالك المدرب ده عبارة عن شركة أو الجهاز الفني ده عبارة عن شركة مش في المدير الفني فقط لأ الشركة دي مدير فني وأكتر من حوالي 10-15-20 مساعد بيتراوحي العدد حسب فكر كل مدير فني في العمل اللي هيقوم بيه الشركة دي بتتعاقد مع نادي القيادة التدريبات فريق واخد مباريات في فترة معينة بيبعباره عن مشروع شركة من خلال مدير فني عنده جزء تكتيكي بيشتغل عليه عنده جهاز سكاوتينج لتحليل أداء عنده جهاز للتخزية جهاز طبي جهاز إداري جهاز فني معاون ومساعد معاه كل العوامل أو كل هؤلاء الأفراد مع المدير الفني في النهاية بيبعباره عن شركة بيشتغلوا في نادي النادي ده بيتعاقد معهم لأهداف معينة لتحقيق إنجازات وطموحات الجماهير اللي التنتمي لهذا الكيان أو لهذا النادي النادي الآلي في الفترة حالية ماشي بهذا الفكر الأوروبي أنا بستحضر طبعا تصرحات أرسنفينجر ومدرب كالليبع طويل في أرسنل ومتولى تدريب الفريق حوالي أكثر من 15 سنة فهذا الفكر وهذا المشروع بنتمنى إن شاء الله في الفترة الجاية مع ريني فيلر بينطبق هذا الفكر مع ريني فيلر بنفس العدد أو بنفس المقياس أو مع الفريق القياس في العدد اللي موجود فيه مدير فني يكون معاه حوالي 20 مساعد لكن طبعا كل جهاز أو كل شيخ ولي طريقته فيلر معاه حوالي 5-6 مساعدين وحتى من جنسيات مختلفة أبرزهم أو آخرهم تم الاستعانة بالمغربي أو المغربي الأصل والسويسري الجنسية شعيب شعيب ليدور فني ليدور في السكاوتينج لتحليل أداء مدرب مساعد موجود معاه ضمن الجهاز الفني معه كمان أربع مساعدين من ضمنهم حارسة مرمى أجنبي موجود مع محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شبير وأحمد دطاري فبالتالي دي كانت بداية مهمة جدا وأنا أتكلم على طبيعة عمل الجهاز الفني في النادي الأهلي والأفقار اللي موجودة ونزل